بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم عزيزيز المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج علشانك يا مصر لما نبتدي الحلقة بحاجة فعلا تحسسك بالفخر بان مصر مش بتشتغل لنفسها بس بتشتغل لخدمة جرانها وبتشتغل في الاتجاه السليم ده بعيدا عن المزايدات يعني فيه ناس جتير جدا بتقعد تتكلم تقولك احنا القومية واحنا الاسلام واحنا العروبة واحنا معرفش ايه وهم في النهاية ما بيقدموش اي حاجة لأي حاجة انما الكبير دايما هو اللي بيشتغل صح هو اللي بيوصل الموضوع صح هو اللي بيشتغل بدون دعاية بدون كلام معانا تقرير اه يعني مهم جدا ان مصر بيوصل لغاز بتاع المنازل لغازة عن طريق معبررفح ودت شيء الطبيعي اللي مصر بتعمله خلونا بس نشوف التقرير الاول ونرجع نتكلم في الموضوع نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم ان شاء الله اشتركوا في القناة احنا بالاخبارقت everything in H mình اعلنت الهيئة العامة للبترول الفلسطينية بقطاع غزة النهاردة مصر سمحت بشكل رسمي بدخول كميات من الغاز المنزلي للقطاع عبر رمعبر رفع في المقابل طبعا عبر رمعبر كرم ابو سالم اسرائيل بتمنع ده وده شيء طبيعي لان الكبير كبير واللي بيبقى بيعالد القضايا بشكل منطقي وبيهمه قضية المواطن وبيهمه قضية العربي بشكل قوي هو الكبير اللي هي مصر لا يعني ليست منا على احد ولا شيء بس انا بتكلم لان دايما احنا بنسمع نداءات هنا وهناك وكلام كتير اوي وكلام كبير اوي وما فيش اي تنفيذ في اي حاجة خلص يعني ده دور مصر معانا اه زميلتنا شايماء اه عبد الرحمن اه تكلمنا اكتر بالتفصيل عن الموضوع اهلا استاذ شايماء اهلا استاذ شايماء اهلا استاذ شايماء اخبارك ايه تمام الحمد الله كلمين عن الموضوع الرغاز ده يعني اللي تعرفي عن الموضوع اه هو طبعا مصر النهاردة استمرارا تخصيف على القطاع غزة من الحصار وبسبب الحصار الاسرائيلي على كل الغاز وكل الادوية واي متعدد من قطاع غزة فسهلت مصر النهاردة دكول اجمال بضائع 88 شاحنة منهم 47 اسمنت 23 سولار شاحنة سولار اثنين بنزيل 11 غاز ومعدل 250 طن 11 شاحنة للغاز اه واربعة من الادوية خاصة بالادوية وكان تمام بيتزمن النهاردة مع الخول اخر وض للاراضي المصرية وض الحجاج اه اللي بدأ من يوم الجمعة جمعة والسكت والحد والاثنين كان اخذ فوج النهاردة اه بمعدل 2569 حاج اه للوطول لمطار القاهرة تمام احنا بنشكرك على المعلومات الجميلة ده أستاذ شايماء طبعا عزان المشاهدين انا بيعني بيجي بزهن دايما موضوع مصر مع فلسطين ومع القضايا العربية الاخ الكبير او الاخت الكبيرة في اي اسرة يعني انا معايا شغل كتير بس انا حابب اتكلم في الحكاية دي دايما الاخ الكبير عليه كل الادوار وهو بتاع الادوار هو المهم الصعبة لكن لا يذكر له اي شيء يجي مثلا زي ما بيقوله بالبلد كده في الهم مدعي وفي الفرح مانسي يعني ساعة ما بقى فيه خناء ساعة ما بقى فيه اي موضوع هو اللي بيشيل هو اللي بتصدر هو اللي بيعمل الواجب لكن تبص تلاقي بقى حتة عيل مفعوص كده ساعة ما يجوا مثلا حاملوا اي حاجة فاهم منظرة ولا بتاع ده اللي بتصدر دي عادة الناس كده فانت تسمع دلوقتي وخليفة تمعرفش ايه والاسلام ايه وقضايا ايه وتبص تلاقي اللي بتكلمه عنه قاعد عامل علاقات مع اسرائيل اللي هي عاملة الحصار نفسه اذا كنت انت جامد اوي شملول اوي حلو اوي ما تروح تقدم اي حاجة ما تكلم صحابك اللي انت بتحبهم وبتعمل مناورات عسكرية معاهم وعملت تتودد لهم يمين وشمال حتى يمكن قطر اللي هي يعني حتة حاجة قد كده من سنين السنين لهم تمثيل اقتصادي مع اسرائيل بس النعارات والكلام الاجوف لكن ساعة التنفيذ ما فيش ساعة ما يبقى فيه حد مزنوق ما تلاقيش لكن دايما الكبير الذي لا يذكر فضله ولا يذكر عمله خالص هو اللي عامل كل حاجة دي طبيعة الناس فاحنا طبعا بنفخر ليس مننا على احد طبعا بنفخر ان احنا مصريين وان حكومتنا وان دولتنا هي اللي بتعمل الكلام اللي في الصميم ده الموضوع اللي احنا يعني لازم نفخر به ونعتز به وتكلمنا مبارح وعرضنا على حضراتكم تقرير عن دور القوات المسلحة والواجب اللي بتعمله تجاه الوطن في القضاء على الإرهاب والناس المخربين في سينة وفي جنوب مصر وفي غرب مصر في اللي جاي من هنا واللي جاي من هناك وعلى فكرة اللي بيدعوا ان هم حماة هذه الامة وان هم اللي جمدين وان هم اللي بيعملوا هم اللي بيساعدوا على تأجيج هذه الفتن هنا وهناك تبص تلاقي اللي قاعد بيهرب بترول سوريا واللي قاعد بيدخل داعش واللي قاعد بيحط ماعش واللي قاعد معرفش ايه حاجة صعبة جدا لكن دايما اللي عليه الحمل الكبير والكبير لازم يدفع الضريبة اللي هي مصر يتقال عليها يزايدوا عليها يتعيموها ان هي مع الكيان وفي حين ان هم اللي ميتين في دباديبه او في دباديبه عشان ان فيه حرف جر معانا ندخل بقى جوة مصر عندنا برضو قضايا واحنا زي ما قلت منهجنا في البرنامج اننا دايما نفخر ان احنا مصريين نثمن ونقدر دور قواتنا المسلحة ودولتنا وحكومتنا ونفخر بكل ده لكن لما هذا لا يمنع اطلاقا ان احنا نكون بننقد نقد بناء عندي مشكلة مع مواطن مش مرتاح احنا بنقول ايه علشانك يا مصر اللي هي للمصريين فلابد ان يكون المصري مرتاح مبسوط شايف ان الدنيا تمام لو حد عنده مشكلة في اي حاجة لازم نعالجها واحنا كاعلام دورنا ان احنا بنشتغل في قناة رسمية في مباشر دورنا نسمع من حضرتك عشان صوتنا ونوصل صوتك للمسؤول فاللي عنده اي موضوع زي الموضوعات اللي بنترحها يتفضل يتكلمنا في البرنامج او يدخل على صفحة البرنامج على الفيسبوك اسمها علشانك يا مصر برنامج علشانك يا مصر بنعرض مشاكل الناس في البرنامج لتصل الى المسؤولين كي تحل كي تزول الاعباء والمعاناة عن المواطن ده كله لانه احنا بنحب مصر فبنعمل ده علشانك يا مصر نروح لقصيوت عندنا بعض المشكلات مع اخواتنا واهلنا في قصيوت من المواطنين نشوف التقليل ونرجع نتكلم عنه احنا عايزين منكم بس انكم انتم توضحونا ايه المشاكل بتاعت الفلاح اللي بيعاني منها الفلاح في قرية الزاوية مركز ومحافظة اسور الكماوي ايه يعني الكماوي ماله عندكم الكماوي غالي والمية غالية المية غالية بمية وخمسون ومتين 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 وعشرين يعني انت حاليا دلوقت ما بتشوفش حد من الجامعية بيشوف الارض او بيشوف المشاكل بتاعتها بيشوف المسلا ان كان فيها حاجة حاجة مضرة حاجة محتاجة مبداية هي مشكلتنا في الراي ولا بتعدي الراي ولا بتعدي الدمعية زار عنيشف خالص زي الكماوي وزي الغاز ايه المشكلة زي الكعربة بدون بس سوك السوداء كتير هناك ثم في الوحدة الحكمية لا aide وينافزant من سوك السوداء هو داتل الحكومة عادي و lightning لكن كيف you're not at it بس السوك السوداء ولا فريق فريقه والحكمية لأصل يعني الكموا shaped و Jan ايه نحن الحكمية نعني لكن دروح تدروح طلوبهم بسوق السودي وغالب مشاكل الفلاح الكماوعي في الدمعيات عاي سلموه وهو أصلا مفيش عودوا السوق السودي عاي هربوه عاي اتباع بتلتموية ديناوه ومبتدوا تمانين في الدمعية عاي سلموه بمئة وستين وساعات ما يسلموش يدو نص الكمية ومفيش حد فيها المراكبين على الموال دي الناس هتموت بعضها هنا فيها مين عاي حاسب الناس دي طب احنا بنتكلم ان الكماوي عندك في الجمعية الزراعية بيتسلم بكم سعره مية وستين مية وستين طب هو متوفر ولا متوفر هو فيه بس عاي ديبوه الدرارات عاي تتباعهم برا برا في السوق السودي ديان المراكبين على السوق السودي دي الموضوع الكماوي بيدي المسؤولين عن الدمعية بيروع الفلاح يستلم بياخذ الحيازة وبيصنفها عشان يستلم الكمية بتاعتهم والمسؤولين بيقولون مفيش غير نص الكمية لازمك تاخدها اخدها ما تاخدها اش استنى هم متيدة مفيش لسه مددش بس هو بيبتيدة جرارات من برا برا بتتباع بيبعها برا السوكسودة احتاج بالله الملح للارض تكون معنى الصح الكماوي مية وستين في الجامعية وستيجو سنة 300 جنيه طب هم متوفر في الجامعية يعنى ولا ايش؟ لا الجامعية الميدي ما وزوا على بعضيهم الجماع اللي هم الجماع العطاء الجماع اللي هم في الجامعية اللي هم العطاء وضعبات موضوعه يقول لك الكمية خلص لسه انها ميدة ضارة اذا ميدة للسليد الكيمياء ويديك الحصة شغطة اما رب سيديد الحياة يديك النص الكمية يعنى انت بتاخد الحصة بتاعتك كاملة؟ اخدها على تدزاه تبتلق او على جسئين يعنى هم بيديكش الحصة بتاعتك؟ اه انا مرتين اديها لك اول بيديك نص الكمية وبعدش انا اديك نص الكمية التانية انا البلا الريق كنا قادل اميغل الغاز مالحسبوا بثمانين جينيين النهاردة دايين تقولوا اللي عندهم مكان اتراي استغللين ان ظروف الناس بزميع المكان عاوزين مية وثنتين جينيين مالعارض مالقول لهم مية جينيين ما رازينش وما فيش ما فيش ما فيش ما مسؤول موسيقى 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 لسبب ان انت الدولة بتدور بشكل يعني رسمي ان في كل حاجة لها ميزانية في اول السنة المالية فبيتحط ميزانية لكذا وكذا وكذا فبتتصرف الحاجات دي فبيتجاب بها الاشياء المخصصة لكل حاجة في الميزانية لكل منت نزولا بقى بدرجة لدرجة 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 تلاقي الموضوع دخل في سكة تانية خالص اللي كان مخطط انه هو يصل للمواطن بشكل معين بيتسرب كتير منه في خلال التدرج الوظيفي ده فتبص تلاقي هنا الناس بتكلمك ايه قولك الكيمياء وفيه بكان في الجمعية اللي هي حاجة بقى الرسمية بكذا بس هو فين السلعة فين هو اسمه بكذا بس هو فين زي الخبز زي اي حاجة بتحصل تبص تلاقي فيه تسريب فده ياخد يباحها بره بكذا ده ياخد يعني ليه ما انت مواطن يعني انت انت انسان عايش في البلد ولو انت بتملك انك تعرف تهرب حاجة في السلعة دي ستهرب لك سلعة اخرى يعني مرة واحد عمل حكاية ظريفة جدا قالك المدرس اللي بياخد فلوس الدروس الخصوصية بيغالي على المواطن فهو بياخدها مثلا من الدكتور عشان ابنه الدكتور والدكتور ده بيعمل كشف غالي جدا وبيموت الناس عشان هو برضو دافع الفلوس دي وبيروح هو يشتري مثلا من التاجر السلع بشكل غالي برضو وفيها احتكار وفيها كذا وكذا التاجر ده اللي هو بيحتاج المحامي اللي بيعمل كذا برضو بشكل فاسد فالمهم طالع ان الموضوع كله دايرة فساد مع الناس وبعضها يعني يعني خلي ان الحكومة كأنها جاي من الدولة تانية انت فين حبك للمواطن اللي جنبك فين خلاصك لنفسك يعني انت تبص تلاقي اي حاجة الناس تنجا متكلبة عليها ومبوضاها وانت لما تاخد الكيمياء بالشكل ده او الموظف يعرف يسربه فيبيعه غالي عشان يسرق الفلوس دي وتكلمنا عن اللي كان يسرقه عشان القصار واللي كانوا واللي كانوا واللي كانوا يعني انا فيه حاجة اجيبها لحضراتكم شفتها برضو على النات ودي برضو من الحاجات اللي استوقفتني والناس في الغربية قاعدين جايبين جردل وكوز كده ويعبوا مية في ازايز وبعدين يغطوها ويبرشموها بالبلاستيك كده وبعدين يباحها لانها مية معدنية يا رجل يعني حتى عبيها من الحنفية مباشرة ده يعني افسط حاجة يعني بلاش العك ويقعد يخر من كعان وكده والله اعلم من نظف ايده ولا لا او بتاعها يعني حاجة نيلة غشي مفيش بعد كده ده واحد غلبان في عزبة وبيعمل هذا الفساد بهذا الشكل ودي جو تقول لي اصل الدولة يا عمي طب احنا هنخلص اللي عندنا الاول وبعدين نشوف يعني انت بتلقي اتهام هل انت متأكد منه طب قادي واحدة او انا يمكن ده فرحان بس في واحد صاحبي من ايه اللي هم يعني يقول لك انا مبشرفش اللي ماما معدنية اقول تقول يشرب من كعانك بقى يا فالح هل افرح بدي احنا بنشرب من الحنفة على طول يبقى الحنفة لحد عكلنا فيها ولا بتاع البساطة كده واحد بقى عامل فيها يعني ان هو يعني مختلف عننا فدايما كراتين الميا عنده في البيت يشرب يشرب منها فانا بقى لما شفت التالي قولت لي قولت لي قلف مفروك قلف انا وشيف يشرب من الكوز بتاعك ده ما علينا يعني من ده طيب ناخد اتصال من اسيوت السيد الشحاتة احمد مرحبا الله يخليك بخصوص موضوع التماوي الاسمدة هو الموضوع ده الفلاحة الاسيوطي دايما بيعاني منه تمام مش الاسيوطي بس على فكرة كل اكيد كل فلاحة يعاني منه هو عمتا يعني الموضوع بيعاني فيه الصعيد كله لان مفيش مصانع للاسمدة الاسمدة كلها بتيجي من وجه بحري وحاليا الاسمدة بتيجي الجمعيات الجمعيات اعضاء الجمعيات بيوزعوها على بعضيهم بس دي اللي انا عايز امسك فيها دي اتحكاية ان وجه بحري ووجه ابلي لا لان هو اكيد الوزارة بتوزع يعني الانتاج بتاع الشركات بتوزع المحافظات لكن انما انما ناس تاخدها تبحها وده اللي بنصرخ ونعلي صوتنا بيه يا دولة شوفي الماسئولين الصغار دول ازاي يسرعو الحاجة دي ازاي يخدها يبحها لحسابه الخاص هي مش بتاعت ابوه يعني الكماء ده مش بتاعه ولا الوزارة بتاعته بتتبع من بره بره في السوق السوداء ومتوصلش الجمعيات الزراعية حلو او المشكلة بقى الاكبر ان وزارة الزراعة مفيش متابعات عالجمعيات المفروض ان الجمعيات دي بتنزل بتشوف الاحواد الزراعية بتشوف الاضرار بتشوف اضرار الزراعة ايه اللي بيحتاجوا الفلاح طبعا المرشد الزراعي بتاع زمان اختفى ما بيش في حد بينزل كل اللي هم بيقدروا عملوه دلوقتي تجارة السوق السوداء في الاتمدة الاتمدة بتيجي الفلاح انت عايزوا متابعوا ولا تاجروا يا حجش حياتا بس ما خلي الناس هيقطعوا نفسهم يعني هم دلوقتي بيتاجروا وبيتطلعوا الحاجة من بره بره عايزوا ميجوا يتابعوا مهمة لو تابعوا هكشفوا نفسكم يعني احنا حضرتك حضرتك انا مين عايحاسب الناس دي اه ربنا سبحانه وتعالى يعني السيد الرئيس بيوجه وبيقول تنمية الصعيد وبنسمع في كل وسائل الاعلام تنمية الصعيد والناس دي مش بتراعي الدولة اصلا ونبسوها فمعان بالزبط والله بتضرها على فكرة هم محسوبين على الدولة وذا الكلام بنقوله يعني الكبار مسؤولين الدولة دول محسوبون عليكم حضرتك ده فيه موضوع مهم جدا بخصوص الجماعات الزراعية ايه اغلبية الاراضي تم التعد عليها ومزالت الحيازة الزراعية موجودة باسم صاحب الارض اللي هي ارضه تعدت وتعاملت ابراز مخالفة وبياخد بيها اسمدة كمان يعني الناس اللي هي تقيلة اللي معها حيازات كبيرة بتاخد اسمدة والارض بتاعتها مش موجودة على ارض الواقع الحيازة موجودة والارض الدانت والتم التعد عليها وبياخدوا بيها اسمدة يعني اهضار للمال العام سرقة 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 مفيش رقابة مفيش رقابة على الجماعات الزراعية طب انت اضافت موضوع جديد برضو ياريت يعني يوصل لسيادة الوزير يعني ويتابع الجامعيات ويشوف الفساد اللي فيها لان طبعا هي بنشكر اتحضرك الشرحات شكرا مزيلا طبعا هي عبارة عن مافيا هي المسألة عبارة عن ان هي كتل في كل المجالات اتبوص تلاقي بقى مجميع مجميع كده وعملين ايه بيدوروها زي يقولوا يعني حاجة تحسر والله يعني ربنا يرحمنا برحمته ننتقل برضو لحاجة تانية من الحاجات اللي بتزعل ونفسنا نشوف مصر من غيرها برضو انا على فكرة انا مش من النوع اللي بنسود الصورة والله ولا احنا بندور على الخلل عشان يتصلح مصر دي حاجة وماشى بيضة جميلة جدا اصبح فيها بعض النقاط السوداء من هؤلاء الفسيدين فاحنا عايزين نخسلهم عايزين نتضافها عايزين نشيلهم عايزين نمحيهم عشان نعرف نايش كويس يعني دي فكرتنا وده اللي بنحاول نوصله بنحاول نصرخ لكل مسؤول ان نشوف اللي عندك بيحصل ايه لان ممكن الوزير قاعد في الوزارة هنا مش متابع كل حاجة وبيجي له تقارير بيتقال له تمام وخلاص فاحنا بنوصل لك يا معالي الوزير ان عندك ناس قاعدة بتسرق كذا بتفسد في كذا بتخلي الشعب نفسه ينقم على الدولة ويقول ده الحكومة فيها والدولة وبيعملوا رحفين وقدمين وتلاقي بقى ناس قاعدة تتصيد ده تهاجم به اللي هو النقد الهدام لا احنا مش عايزين كده لما نصلح ده بنقفل الطريق عليهم ده الكلام وده الموضوع عندنا بورس عيد برضو كان كلنا نفتكر ايام ايام كانت في المنطقة الحرة طيب ناخد اتصال قبل ما نروح بورس عيد معانا ساز محمد اهلا وسهلا فضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا الصراحة مكانيبك موضوع انا نفسك تتطوع في الجيش نفسك تتطوع في الجيش جميل يعني انت خدمت الجيش وعايز تتطوع تاني ولا انت لسه ما اه وكانت بحرق الحدوث الكلام 13 اه اه براحة نفسك تتطوع وشواحت وطلعولك اه 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 الهيئة كشف الهيئة اه كانش معها وقتا و اه طيب يعني انت منين؟ من المحظة الغربية الغربية اذن الله تعالى شكرا يا سيد محمد نروح بقى اه اعزائي المشاهدين لبور سعيد بنقول حضراتكم كلنا بنفتكر لما كانت بور سعيد في المنطقة الحرة والرواج الاقتصادي والدنيا ماشية وكانت حاجة ما شاء الله هنا يعني وحصل بقى ظروف الله اعلم ايه سببها وبقى المهم سيبك من ان يعني مبقاش فيها هذه التجارة لكن موضوع التهريب يعني التهريب اللي خلى اه الناس حالها وقف تماما اه اللي عنده محل شغال فيه ثلاثة اربعة مش عارف يشتغل اللي عنده اللي عنده اللي عنده خد عندك بقى جميع للسلبات نشوف مع بعض تعريف ونرجع من النوع أنا اذا الموضوع نتكلم عنه نعمل لقاء مع احد التجارة بعد حالة الكساد اللي شفناها طول الطريق دي خميد وتجاري ما في الزبون بيشتري حاجة المحل والتجر اللي في المحل ما في الزائرين اه اه حضرتك ساحب المحل ده اه اه في ايه انا شايفة انا جاية الحميدي والتجاري من اوله من محمد علي ما فيش زبون بيشتري من محل ما فيش ما فيش حد ماشي اصلا والله الموضوع بقى له حقر من ثلاث سنين من يوم السادة المحافظ عدد قد ضمسك المدينة الجرسعيد المدينة الحرة والموضوع بنفس الطريقة كي الناس تعبان ولا بتستفتح ولا بتشتري وهم خربين البلد وفتحنا على مصرعيها ومن مش مال ومن كل حتة البلد مفتوحة ايه ازاي انا مش فاهمك يعني عملية التهريب المقنن اللي السادة المحافظ قدام عينيه هو والسادة المواد وما فيش حد بتكلم ولا حدس ولا حرارة النهاردة ما فيش زائرين بتجبر صحيد البضاعة بتتجرب والدهان غالية بناء على انهم بها بتطلع بتطلع برا البلد بتتهرب يعني بتتهرب فالنهاردة ما فيز زائرين بسبب اللي البضاعة غالية وبسبب اللي الناس برضو مش عارفة بتبع وتشتريه وفي نفس الوقت ما فيز زائرين بتجي البلد وحتى ولاد البلد غلابة برضو ما فيش حاجة البلد تعدانة زي ما حدرتك شايف ايه سبب الكساد ده خلق؟ الكساد اللي موجود فيه ده نتيجة عمليات التهريب اللي هي بتتم والبضاعة بتطلع دخل في الانطرة وبتطلع في الانطرة بسعر اقل مما بتوصل برصاعتين على الهولاد ازاي بتتبع بسر اقل انا بشوف التهريب او عمليات التهريب اللي الواحد اعرفها او معلوماته عنا ان البضاعة دي بتطلع كمان بفلوس يعني بشتروها من التجر بفلوسة ما بشتروها من هنا تج البرصاعتين اواة ما فيش بضاعة بتخشتوله هنا برصاعت البضاعة يا ابتل له بتخش في الانطرة في الأنطرة فالتجر البرصاعتين بروح يشترك بالانطرة بدلا من البضاعة بتنزل برصاعدlaws فالحركة التجارية في الأنطرة المهاردة غير الحركة التجارية ببرسائية يعني عايز تفاهمني ان التجار من هنا بيشترهم الأنطرة عشان ما فيش بضعف قوض هنا كله بيتهرب كله بيتلع برها كله بيتهرب ومين بقى اللي بيهربها مين أصلا مش تجار برسائدة أمال مين ولا تجارة برسائية بيشوف البطايا الاستراضية اللي يجب الناس بتشتريها بتشتريها بيهم وبتطلع بنا كله والتجار بيعمة بتوارق قهراء ايامات موسيقى الناس بتروح من كل المحافظات حاجات مستوردة وحاجات جميلة وحاجات سعرها حنين والناس كانت بتتعامل كل ده يوقف حتى الخراب وحش والله حتى لو انت مبتكسبش زيهم بس الخراب ده بيزعل فعشان الناس تنظم ده وناس تترشي وناس تدفع وناس تعمل نوقف حان الناس شيء صعب جداً معانا الاستاذة هالة فكري طيب يبدو ان الاتصال في مشكلة ماشي فاحنا يعني بنبقى زعلانين على حل بلدنا لما يبقى فيه اي حاجة فيها مشكلة انا بس كنت عايز اسأل حتى الزميلة اللي عاملت تقرير هل الاسعار في بروس عيد نفسها حلوة احنا ندع الناس يعني لو الناس في الغربية واسكندرية وفي الصعيد وفي القائرة يلاقوا ميزة غيروحوا تبقى رحلة وبعدين بروس عيد من البلاد اللي نمر واحد في السمك يعني كمان فالله هروح هتغدى سمك وتزبط والنمي التنمية دي نفسها حلوة كان فيه قول كده برضو يقولك ايه يعني اطمر بير واحفر بير واعطي اجير او حاجة زي كده لما الدنيا تلاقيها وقفت تعالى ايه اقول الناس تعالوا اردموا البير ده بعدين تعالوا احفروا البير ده واخدوا الفلوس دي وحرك الدنيا لح لح الاقتصاد كده والدنيا تمشي يعني فانت لما تلاقي الامور بالشكل ده لا نتحرك بس بيقولك احنا كله بيجي يروح الانطرة فبقت برسعيد كده تاني ايد يعني فده شيء برضو يعني ان كان فيه حد من المسؤولين له يد في ذلك يجب ان يضرب على ايده يعني يؤخذ على يده وتقطع يده فعلا لما كل حد بيساعد على اي فساد في اي حاجة في اي تهريب في اي تخريب مينفعش يا جماعة ده يعني دي بلدنا في ناس عيشة في البلد على اعتبار ان اي يعني ان بيت ابوك واخد لك منه قالب مينفعش اللي زي ده تمسك قالب تهبيده بيه في دماغه انا مرة زمان اتكلمت كنت في حلقة برضو عن الناس طيب معانا طبعا يعني احد ابطال برسعيد يعني انا على المستوى الشخصي بقدره وبعزه دايما ينادي بالمساواة والعدالة الاستاذ بدري فالغلي مرحبا يا استاذ بدري الو الو الاستاذ بدري فالغلي الو السوت مش واضح يا جماعة الو اهلا وسهلا بحضرتك مرحبا في مشكلة في الاتصال يا استاذ عيسم انا مش سامع اه اه اهلا وسهلا بحضرتك الو الاساز البدري في الغلي طيب نصلح الاتصال ونعاود نكلمه طبعا هو احد المناظرين ورموز بورسة اي طراحة يعني له بصمة كبيرة جدا في المناداء والمطالبة بحقوق اهل المعاشات تحديدا بس انا كنا هنكلمه في الموضوع التهريف ده اهل قضية من قضية بورسة ايض بردو طيب اذا يعني تزبط الاتصال نرجع نكلمه معنا بعد كده قرية ابو الدهب بردو في عندنا مشكلة نشوف المشكلة ونرجع نتكلم مع حضرتكم طيب الاتصال اتصلح الو الاساز البدري فرغالي اهلا وسهلا مع حضرتك الصوت واطي الصوت واطي انا مش عارف اسمه حضرتك والله انا سعيد طب علل صوتك شوية انا صوتك اتبح من المناداء بالمساواة وعدم التهريب وحقوق اهل المعاشات لا والله يا عام انا مستمع من انا سمعك بسيط وانا سمعك بسيط بس قلبي سمعك بقوة انا برحب بحضرتك كلمنا عن مشكلة التهريب او مشاكل برسا عيد عموما انت رمز من رموزها بس تخلمانك بتنوع جماعة الاخوان عملول مداخرة برضو وقالول احنا قناة مصرية واتطلحوا ان هم مكملين احنا ملناش دعوة احنا قناة في النايل سات بالوقت اللي بتقعد خايف عشان كده ملت صوتك ولا ايه لا احنا قناة في النايل سات وكلمنا عن المشاكل احنا كنا بنتكلم عن مشكلة التهريب وازاي وقفت حال الناس في برسا عيد فعايزين تدينا كده فكرة انت رمز من رموز برسا عيد عايزين تدينا فكرة عن اللي بيحصل هو بيش حاجة تخلي بالك فيه ضجة فعلا جاءت عبر فيديو اه اتزاع وفيه ضجة اعلامية موجهة نحو برسا عيد ايوا واتهام المدينة بشكل مباشر بانها بلد التهريب وبلد الفساد امر لا يليك لا يليك بمدينة بمتانة برسا عيد ان تتهم نعزل التهنات طبعا وبعد اللي ما تبقاش برسا عيد الشمع الشمع لكل اي فشل نعم في الاصطراط في التصدير في الاقتصاد ما نبقاش احنا الشمع تمام طيب احنا بنشكر حضرتك الحدث حتى في الفيديو ده اه من البيعين سنة اي مواطن الى برسا عيد او خرج منها المنظر ده قدامه مجموعة السيدات مجموعة اطفال هنا وهناك وده شيء طبيعي جدا موجود لكن الغير موجود هو هزيد ضجة المفتعلة الموجهة الى برسا عيد كمدينة طيب احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ البدري فرغالي طبعا يعني الحال باين يعني احنا ما نرضاش نتكلم عن برسا عيد ولا عن اي محافظة بشكل سلبي لكن لو فيه حد غلطان لازم نرغلطان يعني ما فيهاش مجاملة ونحب كل مكان يكون جميل ويكون سليم ما فيش حاجة فيه فاز ده بنروح بعد كده عندنا مشكلة في توصيل كهرابة وخدمات في قرية ابو الداب نشوفها ونرجع نتكلم معكم نحن نلقاء مع احد الفجارة ساعة الاشخاص المدينة اللعنة منحوز أحركة المودّي لما الخرية بتاع سنة ممكن لو انت محتاجة المودّو بالكلومي كلمني ممكن يجبون حاضر اشتركوا في القناة 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 هو مستعد دلوقتي نفسيا ومهيأ ومراته مريحة ولا لأ ولا يالفطر ولا لأ ويعني هو منسجم وفتح الفيسبوك ولعب الجيمز بتاعه يبقى كده ممكن يقضي المصلحة للناس الدنيا فيها اي حاجة غير اللي فات ده لسه ما خلص الجيم اللي بيلعبه يبقى مش هيعمل لك المصلحة بتاعتك ده حال الموظفين فانت تروح المكان من دول تلاقي برضو حتة غريبة جدا أنا الى الان على قد عمري ده وقيامة عملت مع جهات كل جهة تلاقي فيها واحد حمال الاسية والبقيين قاعدين ما انتخين يعني لماذا أنا نفس افهمها يعني تدخل مكان تلاقي عايز اعمل الورق دي فتلاقي الموظفة قاعدة بتعمل تريكوب تقرى جونوار بتفطر مش بتفطر بقى حتى واجبات كده يعني مش عايز اقول حاجة صعبة قاعدة حتاكل اكلة يوم القيامة يعني قبل يوم القيامة فانت تسألها هي مش هانا عليها ترد عليك وتميقى مش هورالك على كده واليامة مسلا اسمه حسن بل اسمها اي حال تشاولك تروح له تلاقي كل الناس تم توزعها ده هم تانين مش بيقبض اخر الشهر دول انا اللي بيغزني في كده اكتر حاجة خالص يعني ان ده لي راضي يعني انا مش عارف افهمها والله العظيم تروح اي حتة وجربوا وفكروا فيها هتروح تلاقي ناس قاعدة لو ما اشتغلش واحد بس ولا اتنين اللي بيغزن شغلوا اللي بيغزن اللي بيغزن طب هو اسموها كده ده راضة ليه ما يقول انا اعمل اعزاكل انا كمان وقر جرايدا الارض دي هتتبني كزا فلازم تاخد براءات من الجهات الاخرى اللي تكون فيها تبع الاثار تكون تبع الزراعة تكون تبع الريت تكون تبع كزا فبتاخد مثلا حاجة زي ايه مثلا على حسب معلومات اخلاق طرف او براءة ان هي مش تبع الحاجة دي فيبقى بالتالي يجوز ازغتمها في كزا لان انت ممكن ارض حد متبرع بها متبرع بها حاجة ويتكون خضعة لاي جهة من هذه الجهة بس الموضوع ده مش محتاج ان انت تقضي عمرك فيه عشان تعمله مش محتاج ان انت تفضل طول حياتك عملت تقدم في الورق واتتبعه وبعدين يضيع فتقدمه تاني ليه لان التاني لسه مخلص الجيم اللي بيدعبه حقيقي مش تريقة حقيقي ده اللي بيحصل لو الناس عندها ضمير وبتخفض بنا ويحب هذه البلد جاي عامل ايه جالوا موضوع يتقير ان ممكن يكون حد محتاج دي النهاردة قبل بكرة فلو هو مطلوب منه ينزل يعمل معينة وتفتيش ويرفع مأساة ومعرفش ايه يجري منازل مطلوب يوقع يوقع مطلوب انما يفضل راكن الورق عشان بيبعت رسالة لحد وتروح تكلمه يشخد فيك يعني كما لو كان هو اللي بيعمله هو الصح واللي انت بتعمله ده هو التطفل ممكن بعد اذنك يا استاذ كذا يا عمي مش قاضي مش وقته يعني حاجة زي كده فربنا يرحمنا من هؤلاء يا رب والله يعني طب انا كنت اقول حاجة وتقطعت بسبب المدخلة اللي فاتت المهم طيب احنا هناخد الاستاذة رانيا الشهاوي من كفر الشيخ اهلا وسهلا استاذة رانيا حالو اهلا وسهلا اهلا بحضرتك اهلا وسهلا مرحبا كلمينا بقى عن الدنيا اللي عندك التعديات وعن المشاكل ده كلها تمام حضرتك قدر لوائز سيد نصر محافظ كفر الشيخ نعم قمدر لانا سابقا اه احمد احمد صالح بيزالة الاقفاص السماكية وتعديات على الاقفاص السماكية تمام تمام مع حضرتك اه تمام يعني الناس كانت بني اقفاص السماكية على النيل بالضبط كده لان بتاع ابوهم يعني هو النيل كل واحد اللي جاء عامل اللي عايز يعمله كده يعني سيبة هي تمام هو بالفعل المحافظ ومدر الامن وطبعا كان حاضر طبعا رئيس مركز ومدينة سوة الاستاذ عبد المحسن الاودان احنا الاول بنشكر يعني من خلالك من البرنامج من الكلام حضرتك بنوجه الشكر للسيد سيد ناصر محافظ كفر الشيخ والسيد مدير الامن على المجهود اللي بتعمل بس انا كنت عايز اعرف منك حجم الحاجات دي تقريبا كان قدي ايه مثلا الو الو انا انا سمعك الو معلش الصوت مش واضح اه بقول لحضرتك احنا يعني حجم التعديات دي نعرف استاذ المشاهدين يعني الاقصص ما كده كان حجمها قدي ايه او مساحات قدي ايه او يعني الاضرار اللي نجم عنها يعني تمام حضرتك الاقصص السماكية كان بيتعدى اه اقصاص ناشور الو انا سمعك تفضل استرسلي انا معاكن السورة страшيد امش واضح معلش او اه مشكلة شوية في السورة معلش الو انا كملي انا سامع والمشاهدين سامعين كملي الو انت يالって اسمعينها من التليفون اي事 زرانيا لو بتسمعها من التليفزيون الو لو بتسمعينها من التليفزيون اسمعينها من التليفون عشان نعرف ناخد المعلومات طيب احنا نحاول نصلح نعيد الاتصال تاني شباب معي سمعاني او شو زرانيا ولا لا قالوه او شو زرانيا طيب انت احكيلي طيب بس انت حجم التعديات دي قدي ايه او الجرائم دي كانت قدي ايه تمامي يا الجرائم بتتعرض اقصى قالو مع حضرتك سمعني انا سمعك والله اقولي بس يلا اقولي معلش الصوت مش واحد ومش واضح طيب قولي بس يلا قالو هو طبعني محافظ كف الشيخ ومدير الامن لما عارفوا بالأطراس السماكية اللي بيتعدي حدودها اكتر من 12 قالو لا 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 هو في مشكلة فسو بنشكرك استاذة رانيا اه طبعا احنا طبعا يعني اكيد لما تلاقي حاجة ايجابية من المسؤول لازم نوجه له الشكر والتحية سيدنا السلام وحافظ كفر الشيخ على اهتمامه بحاجة زي كده لان نهر نيل ده حاجة تخصنا كلنا وحاجة تهمنا كلنا وده ميتنا اللي بنشرب منها واللي بنزرع منها وهي شريان الحياة في مصر فلما يجي ناس آثمين ظالمين معتدين يجوا يعدوا يتعدوا على هذا النهر ويبنوا عليه حاجات ويستغلوا اراضيه او ضفافه او يعني حرم النيل او الترع المتفرعة منه ده شيء طبعا لا نرضاه فلما يجي المسؤول بسلطته ويأخذ على ايديهم ويعاقبهم ويزيل هذه التعديات يبقى ده شيء ممدوح ومشكور ونرجو ان كل مسؤول في كل مكان يحزو حزو هذا المسؤول المحافظ المحترم كل حتة فيها تعديات او في تعديات والناس لو انت بس غفلت كده تلاقي الدنيا كلها عملت شغل تيجي عند اي اجازة كده تلاقي بالليل ناس بنت هنا وناس عملت هنا وناس خطفت من هنا وكله كده كما لو كان مش بلدنا زي ما يكونوا جماعة هليبة كده نزلوا مكان ويالله تعالى يا جدع فتيجي كان معايا مدخلة لكده برضو في احد الحلقات السابقة من اسكندرية حد بيكلمني عن ظابط مرور متعنت وعامل مشاكل مع الناس طيب والله العظيم انا بدون مرجع للظابط المتعنت اللي بيقف في السوائن المكروباس وبيعمل معاهم مشاكل وكذا وكذا انا بس بقول رجعوا لهؤلاء شوفوا الناس اللي معاهم رخص فيهم وشوفوا الناس اللي بتشرب حاجات وبتشم حاجات وشوفوا الناس اللي بتخالف وتمشي في الطريق المخالف وبتاع عكس الاتجاه وشوفوا اللي بيعد يعمل جميع الجرائم المرورية فتيجي تبص تلاقي مواطن يقول لك يشوفوا الدولة عاملة ازاي سايب الناس اللي عاملة كده ليه ودولة ما عربش كذا وكذا فييجي واحد ظابط يوم جاي يبدأ يزبط الأداء يقف عند إشارة مرور ونظم الدنيا وياخد المخالف يقول لك شوفوا بقى الظلم يقول لك يا طب اعمل لك ايه يعني مطلوب نعمل ايه ايه المطلوب فاحنا لا لازم المطلوب ان احنا نؤيد اللي بيمشي بالحماع الحق حتى لو حيعمل ايه باللازم لازم طالما حق لازم نحترمه ونقدره ومعدين انت يمشي ايدي الاحتراء دوك فيك ازبط رخصك وازبط ورقك وازبط حكتك انت بتركب مع سواء وأول ابسط حاجة تعال على السواءين اللي بتستغل الأجرة انا اطلعت من موضوع البتاع ده بس عشان المخالفات الناس اللي بتاعد تزود في الأجرة عن المقرر والناس اللي بتقطع الطريق عشان تعمل 13 أجرة فيه وهي يقول لك أجرة محدة باشا من اول هنا الحد هنا بس يعمل انت أجرتك دية اللي هي بتاعت من هنا الحد هناك خالص هي دي أجرتك فتتاخدها على قد الحد هنا بس طب يا عم انت بس يقول لها عايز تاخد كام في الآخر وخده وريحني من كده فييجي عند هنا يقوم يقول لك ايه طب اللي مكمل بقى يكمل بكذا أجرة تاني أجرة تاني افترة افترانة على بعض ربنا يرحمنا برحمته احنا يعني كده وقت حلقتنا انتهى نلتقي بحضراتكم غدا ان شاء الله واللي عنده اي موضوع يتوصل معنا عشان احنا مرسلنا في جميع المحافظات يبتدوا يصوروا ده ويبعتونا زي ما حضراتكم كده بتشوفهم بحيث ان احنا نتعاون مع بعض ونحل مشاكل بعض حتى تكون مصر جميلة وده عشان خطر احنا بنعمل ده علشان كمصر نشوف حضراتكم بكرا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا